أشهدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بإقرار مجلس الوزراء في اجتماع الاعتيادي الأسبوعي والذي عقد يوم أمس آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومركز التوقيف والمحتجزين من خلال مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين المؤسسة الوطنية أكدت أن إقرار هذه الآلية دليل على سمرار جهود الدولة في دعم وتطوير آليات حماية حقوق الإنسان ووضعها ضمن السياسة الهدفة إلى تفعيل المواثيق الدولية على المستوى الوطني باعتبار التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي وهو محظور تماما وفق جميع السكوك الدولية ذات الصلاة كما أكدت المؤسسة أن إقرار مجلس الوزراء للآلية يعبر عن الالتزام بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ويأتي منسجما مع توصيات مجلس حقوق الإنسان في مراجعته الدورية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة والتي انضمت البحرين إليها وفقا للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1998 اشتركوا في القناة